السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد نشبت مشاجرة بين اللاعبين في لال مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره الوداد النوربي على أرض ملعب الأمير سلطان في أبهى ضمن منافسات البطولة العربية الأندية كأس الملك سلمان عند الوقت بدأ الضائع من زمن المباراة بدأ المشاجرة عندما قام لاعب نادي الوداد سيف الدين بوهرة الالتحام مع لاعب نادي الهلال ميشايل ديل غدو وإسقاطه أرضا قبل أن يتدخل لاعب والفريقين ويتدادل للبعض منهما لاشتبك بالأيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر